ارتفعت قيمة أقصاط التأمين المحصلة بنسبة 18 و 16% ليبلغ حجم الأقصاط 7 مليارات و 600 مليون جنيه خلال الشهرين الأولين من 2021 وهذا مقارنة ب 6 مليارات و 400 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2020 وهذا وفقاً لتقرير النشاطات المالية غير المصرفية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية لمزيداً من المعلومات ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين مساء الخير أستاذ علاء وبداية قيمة أقصاط التأمين المحصلة تتجاوز 7 مليارات و 600 مليون جنيه فقط في أول شهرين من العام الحالي لنتحدث إذن عن تأثير أزمة كورونا على سوق التأمين في مصر هل كانت لها ينعكاس مباشر على أحجام الأقصاط؟ هروا في الحقيقة مساء الخير الأول أستاذ دينيا طبعاً أكيد كل القطاعات الإقتصادية تأثرت بأزمة كورونا مش مصر بس في العالم كله ومع ذلك إحنا الحمد لله يمكن قطاع التأمين تأثير مكانش قوي عليه بالعكس يمكن شاهدنا في زيادة في حجم الأقصاط أنت ذكرت دلوقتي أن حجم الأقصاط في أول شهرين يناير في باير في سنة 2021 وصل 7 و 6 من 10 مليار جنيه يمكن منهم أكتر من 55% في تأمينات الحياة و 45% في تأمينات الممتلكات وده زيادة تقارن بالعام الماضي يعني تقريباً بالنسبة 18% زيادة على العام الماضي ده معناه أن فيه زيادة في حجم الأقصاط وحجم الأقصاط ده يمكن راجع لأسباب كتيرة يمكن راجع طبعاً لأن حمل لأن مصر كبلد ما حصلش فيها إغلاق كامل أو بالتالي معدل نمو الاقتصاد في مصر اللي هو كان السنة دي متوقع يقفل في 36 إلى 2.5 أو 3% ده ساهم كتير جداً في زيادة حجم الأقصاط دي زيادة حجم الأقصاط بترجع لحجم المشروعات الموجودة في مصر المشروعات الخاصة في بنية التحتية المشروعات المدن الجديدة كل دي أثرت بالإجاب على حاجتين مهمين الحاجة الأولى تأمينات الهندسية تأمينات الهندسية زادت بشكل ملحوظ جداً في الفترة اللي فاتت وكانت في زيادة في حجم الأقصاط فيها بشكل كبير خاصة للتأمين على هذه المشروعات ضد جميع الأخطار اللي ممكن تتعرض لها زادت كمان لما بيكون في مشروعات زيدي المشروعات دي خلقت فرص عمل تزيد عن 4 مليون فرص عمل وبالتالي أصبح فعلاً حجم الإنفاق على التأمين ما فيوش مشكلة من جانب الناس اللي بيشتغلوا في هذه المشروعات يعني لو كان حد ما كانش عنده شغله ولقى شغل في هذه المشروعات توفى إليه توفى عنده من في الدخل بتاعه جزء ممكن يشتري بيه وصائق تأمين وده بيفصل برضو ليه وصائق تأمين الحياة زادت كمان وصائق تأمين التأمين الطبي فيه إقبال عليها لأن الناس كتير جداً بعد جاء أحد كورونا بدأت تشوف أن شركات تأمين مصرية رد فعلها كان رد فعل إيجابي جداً وقدرت أنها تتعامل مع الجائحة وما وردانينا من تعودات فيها وتم سدادها وتعامل معها بشكل كبير أثرت أثر إيجابي على الناس اللي كان عندهم تأمين طبي فأصبح الحرقية اللجوء للتأمين الطبي حل كبير جداً علشان الناس والأمراض اللي ممكن تيجي بشكل فجائي تقدر تلاقي حل لها فيمكن فيه عوامل كتير أثر إيجابي على زيادة هذه الأقصاد يعني يمكننا القول بأن أزمة كورونا زادت من الوعي التأميني بعض الشيء لدى المواطنين في مصر بتفق معك في رأي ده طبعاً أكيد هو عمواً للأزمات الخوف بيخلوا الناس كلها تتجه لحاجة تقلل عنهم هذا الخوف وتساعدهم على إدارة المخاطر اللي هي بتوجههم الحقيقة التأمين هو عنصر من هذه العناصر وعنصر فعال جداً وبساعد كل الناس على إنها تقدر تدير المخاطر بتاعتها فكل ما يكون فيه حاجة الناس قالنا منها التأمين هو يمكن أول حاجة بتلجأ ليه وإحنا يمكن استغلنا ده في الاتحاد مصري التأمين واشتغلنا على زيادة الوعي قمنا بعمل ندوات افترضية أونلاين بشكل موسع جداً كان عندنا من أول الجئاحة لغاية دلوقتي يمكن كل شهر ندوة وفي أحيانا كنا نملك من ندوتين علشان كمان نزود الوعي التأميني عندنا ندوة يوم 28 أربعة هتكون بنستضيف فيها أحد المتخصصين وناس من المؤلفين كتب في كندا كاتب اسمه لايا ويلسون الكاتب ده بيتكلم على إزاي الناس في المصانع تحافظ على المصانع بتاعتها على الماكينات وتحصلهاش أي مشاكل على العمال اللي بيشتغل في المصانع بشكل احترافي الحقيقة النادوة دي متوقع يكون فيها إقبال كبير جداً وحتكون يوم 28 أربعة لتحد المنصي هو المنظم ونحن سنتابعها بكل تأكيد لنتعرف على أيضاً الأفكار الجديدة في هذا الإطار نحب أن نعرف منك أسباب تراجع التعويضات المسددة في نشاط الممتلكات خلال أزمة كورونا يعني طبعاً الحقيقة يمكن التعويضات دايماً بتبقى زيادة فيها أكترها في السيارات ولما بتكون تعويضات السيارات بتقل فبتلاقي أن تعويضات الممتلكات قلت تعويضات السيارات قلت في الفترة الأولينية في الجائحة لما كان في حظر تجوال الناس طبعاً بتستخدم سياراتها بشكل كبير وبعد كده لما ابتدت الدولة تشتغل 50-50 برضو كانت الناس مبتروحش كتير مكاتبها أو كان يبقى فيه تبادل في الزهاب للعمل في 50-50 دي قصرت كتير كمان وإلى الآن حتى فيه ناس كتير بتشتغل أونلاين يعني طبعاً الحقيقة من ضمن الحاجات اللي فادتنا في قطاع التأمين ويمكن فادت قطاعات إقصادية تانية إن الإسراع بعملية التحول الرقمي الناس كتير عملت إنفستمت واستثمارات في التحول الرقمي أصبح العمل من البيت تقريباً لخدمات كتير أو لأشغال كتير ممكن يتم تأديتها من المنزل بدون الداعي لاستخدام السرع والزهاب إلى العمل ده قلل كمان من حجم التعوضات والحوادث اللي بتحصل فيه تأمين السرعات التكميلي بشكل خصوصي بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار وثائق تأمين إلكترونية نحب أن نعرف حجم الوثائق الإلكترونية بعد الاتجاه لهذه التسهيلات التكنولوجية طبعاً هي الهيئة الهيئة عاملة القابلة المالية مشكورة وفقت على فتح الباب لإصدار الوثائق بشكل إلكتروني وده كان الحقيقة خبر مهم جداً لسوق التأمين المصري وكلنا اشتغلنا عليه في الاتحاد مصري التأمين وبتدينا كمان نشتغل مع الشركات التأمين على التوعية إنها تقدر تصدر وثائق إلكتروني ولا داعي لاستخدام الوثائق الوثائقية طالما إن ده مسموح به في الجهات اللي هي بتتقابل هذه الوثائق سواء عملة أو بنوك أو مصانع أو شركات أو غيرها وبتدينا فعلاً الهيئة سمحت لشركات التأمين إنها تحصل على التوقيع الإلكتروني من الشركات المتخصصة في إصدار الترخيص للخاص للتوقيع الإلكتروني وأصبحت شركات التأمين دلوقتي عندها القدرة إنها تصدر وثائق إلكتروني طبعاً كل نوع من أنواع التأمين لازم بيتم أخذ موافقة عليه مصبقة من هيئة ركابة على أساس إن تسمح للشركة إنها تكون أصدار لازم زي ما قلت بيكون عندها إصدار إلكتروني يعني لازم يكون عندها ترخيص للتوقيع الإلكتروني يعني مهمة جداً التوقيع يكون توقيع سليم ومتعرف عليه وما فيهش أي مشكلة ومقبول عند الهيئة وعند العملاء المطلقين للوصائق ابتدنا نشوف أعداد كبيرة في الوصائق يعني عايز أقول حقيقة مثلاً تأمين زي التأمين المتناهي الصغر كل الوصائق بتاعته تصدر بشكل إلكتروني وبيتم إصدار وصائق يعني يمكن تخطط هذه الوصائق عدد الستة مليون وصائق الوصائق دي كلها تم إصدارها بشكل إلكتروني طبعاً ده الحقيقة يعني عادت كويس جداً العادة ستة مليون عميل ده شيء كويس جداً طيب أسألك أخيراً أستاذ علاء عن توقعاتك لأداء القطاع بنهاية 2021 نتحدث عن حجم الأقصاط وأيضاً استثمارات شركات التأمين في السوق المصري يعني إحنا استثمارات شركات التأمين النهاردة وإحنا بنتكلم هي تقييباً مئة وسبعة أو مئة وعشرة مليار جنيه ودي حجم استثمارات كويس جداً لأنها كلها يتم ضخها في قطاعات مختلفة سواء في البنوك في ودايع في سندات في إزون خزانة بيتم ضخها في شركات مباشرة في البروسة المصرية فمبلغ كبير الحقيقة نتوقع أن يكون المبلغ ده يزيد بالنسبة لا تقل عن 15% بنهاية هذا العام وكذلك حجم الأقصاط حجم الأقصاط السنة اللي فاتت كان 32 مليار ونص تقريباً إن شاء الله إحنا بنتوقع برضو أن يتخطى ووصل 40 في 30 سنة نتوقع أن يكون الحجم الأقصاط ده اللي هو وصل 40 مليار يتخطى هذا المبلغ برضو حجم زيادة متوقع من 12% إلى 15% بنهاية هذا العام إن شاء الله أشكرك شكراً جزيلاً الأستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين على وجودك معنا